تقوم بما يدعي ولو لم يكن على ما نريد نحن نعم طيب إذن سيد محمد أشرت إلى موقف أمريكا وبريطانيا وكندا وستراليا من المقاطعة الدبلوماسية لأولمبيات بكينو هذا موقف لهذه الدول اليوم السؤال الحقيقة عن أهمية أن يكون للعالم الإسلامي أيضا موقف تجاه إخوانهم من مسلمي الأويغور يرتقي لأن يكون موقفا رادعا أو موقفا حتى لتسجيل موقف رافض لهذه الانتهاكات بحق مسلمي الأويغور على أي صعيد ليس فقط على صعيد الألعاب الأولمبية وإنما على أي صعيد كان أولا نحن كنا ننتظر من العالم الإسلامي والعالم العربي قبل من الدول الغربية هذا الموقف الرادع تجاه السين لأن هنا تنتحك حقوق الإنسان يعني تبادل الإنسانية مسلمة تركستان الشرقية إخوانهم أقرب من السينيين هكذا كنا ننتظر هكذا ولكن لم ننظر لأن هنا ربما أنزيمة دول العربية ربما نظرت إلى أمريكا أن أمريكا ستنتهي من هذه المنافسة ربما ستتفق إذا وقفنا ضد السين مع إخواننا مسلمي تركستان الشرقية ربما سنبقى على خجل أو سنندم ما فعلنا نحن ولكن اليوم قاتعت دول الغربية أكثرها وواصلت بل ننظر أو يرى أنها لا تتوقف أن هذا الوقوف على وجه ظلم السين لتركستانيين هذا أصبح حاسما أنها لا تتوقف في هذا الموقف إذا وقف دول العربية والدول الإسلامية والعالم الإسلامي إذا وقف مع تركستانيين ربما لا يوجد هنا مخاوف مثل قبل ثلاثة أو أربعة أعوام من رجوع أمريكا عن موقفه